أعلنت السلطة الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24 ألفا ومائة شهيد فلسطيني منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة وأوضحت السلطة الصحية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 60 ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثين فلسطينيا مشيرة إلى أن نحو مائة واثنين وثلاثين فلسطينيا استشهدوا وأصيب مائتين واثنين وخمسين آخرون فذلك في الاربع والعشرين ساعة الماضية انقضت المائة الأولى وازدادت يوما ولتزال فصول المجازر والإبادة الممنهجة تتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي بينما العالم خجلا في بيانات ودعوات لم تكفل أدنى حماية للألاف من قصف وبرد وجوح مصر على عهدها في مساندة قضيتها التاريخية عبر ديبلوماسية مكوكية لا تكل ساهمت في تغيير مخططات التهجير التي تم الترويج لها إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل لحل الدولتين كذلك بذلت مصر جهودا ضخمة لإدخال المساعدات واستقبال المصابين الفلسطينيين إضافة إلى جهودها في محاولة التوصل لهدى وصفاقات التبادل للأسرى والمحتجزين في تل أبيب يبدو أن صدمة السابع من أكتوبر لا تزال سارية المفعولة فدولة الاحتلال تأبى على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة وتواصل مجازرها بلا هواد في قطاع غزة في عملية بهتت أهدافها فلم تستطع سلطات الاحتلال الوصول للمحتجزين أو إنهاء ضربات الفصائل الفلسطينية لتستعر نيران التظاهرات في تل أبيب رفضا لسياسات الحكومة اليمينية الحالية التي تواصل قصف قطاع غزة في وحشية قد تفاقم النزاع إلى توترات إقليمية وفي المقابل تتمسك الفصائل الفلسطينية بتواجدها في مواجهة عملية الإجزياح البرية وتتمكن بين حين وآخر من تقيق نجاحات ضد قوات الاحتلال التي أعلنت مقتلى 188 من عسكريها منذ بدء العمليات البرية في غزة في أكتوبر إضافة إلى إصابة المئات من جنود الاحتلال الوضع الميداني بالقطاع المنكوب يشير وفقا لتقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1.9 مليون شخص أو نحو 85% من السكان اضطروا إلى مغادرة منازلهم ويلجأ كثيرون إلى رفع أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة بينما تكرر وزارة الصحة غيابا من التحتية الكافية لاستيعاب النازحين رغم مرور المائة يوم الأولى إلا أن أفق الحل لا تزال ضبابية وسط تحركات ضعيفة للقوى الكبرى التي تسيطر عليها أجنداتها الخاصة بينما كانت تحركات شعوب العالم أكثر ضراوة عبر خروجها بمئات التظاهرات مطالبة بوقف هذه الحرب التي تعد جرحا غائرا في ضمير الإنسانية